قبل ان شاء الله انطلاق المباراة نجمل حداية عشر في تاريخ النادي الاهلي كابتا عامل خلناك ألمك على استعداد النادي الاهلي للمباراة يمكن طبعا حالة من الجهاد كبيرة جدا شهادة الفريق خاصة بعد الرجوع من جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي يمكن الجهاز الفني فضل إراحة اللاعبين لمدة يومين يمكن بس العودة للتدريبات كانت يوم الثلاث بتدريب استشفاء خفيف وبعد كده كان التدريب الأساسي للفريق كان يوم الأربع كان شاهد مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات كمان كان أبرز سما في مران يوم الأربع للمران الرئيسي للفريق كان زيارة كابتن محمود الخطيب اللي كان لها يعني زي ما بقول عظيم الأثر على اللاعبين شد من أزل اللاعبين نحفزهم يعني الكلام اللي كابتن محمود الخطيب كان لهم مع الفريق إن فضل خطوتين إن شاء الله نكون موجودين في دور التمانية احنا بنصق فيه وكل جماهير النادي الاهلي كلها ثقة في لعب النادي الاهلي إن شاء الله إن هم عند الموعب بخبراتهم بحماسهم بروحهم العالية بأداءهم الأكثر من رائع على مدار الفترة الماضية إن شاء الله قدرين على تحقيق الفوز في المباراتين سواء المريخ النهاردة أو إن شاء الله مباراة مجبلة أمام الهلال إن شاء الله كل التوفيق مع النادي الاهلي يكون يعني كل العمل والجهاز الفني لفترة اللي فاتت من شغل وتكتك فيه التدريبات يكون النهضة إن شاء الله ظاهر في الملعب يمكن الفريق اختتم استعاداته بالأمس في مران أخير كان في السلسة عصرا على ملعب مختار تيتش بالجزيرة من بعده كان الفريق دخل فيه معسكر مغلق هنا في فندق الأقامة الموجود مع حركة من الوقت كابتن أيمن يمكن برنامج الفريق النهاردة ابتدى مبكرا في التساعة صباحا والإفطار وكان يعني الجهاز الفني مده حرية للعبين حتى العشرة والنصف ليه تناول وجبة الإفطار من بعدها كان الصلاة الجمعة هنا فيه فندق الأقامة ويعني كل اللعبين والجهاز الفني كانوا موجودين فيها يمكن كمان بعد كان فيه وجبة الغذاء فيه السنة والنصف وهي محاضرة الفنية والآخر الرطوش أو يعني الكلام الفني الأخير للمباراة اليوم إن شاء الله كان فيه السلسة والنصف بكل محرك دلوقتي في هذه اللحظات الفريق بيستعد إن شاء الله للتحرك نحو ملعب الأهلي والسلام لانطلاق المباراة إن شاء الله فيه تمام الساعة السلسة كان كمان بالأمس كابتن أيمن كان الاجتماع الفني لمباراة يمكن نادي الأهل إن شاء الله هيشارك في المباراة بالزي الأسود الكامل طبعا لأن زي ما حراك عارف النهاردة المباراة هي مباراة المريخ السوداني يعني المباراة على ملعب الأهل والسلام ملعب النادي الأهلي ولكن طبعا في ظل البادرة طيبة للنادي الأهلي عملها مع الأشقاء في المريخ السوداني واستضافة جميع مباراة الفريق خلال دوري المجموعات المباراة اليوم هي مباراة المريخ فالمريخ هيكون بيرتدي الزي التقليدي الأحمر بالكامل والنادي الأهلي هلتدي الزي الاحتياطي الأسود بالكامل كمان يمكن زي ما قلت لحضرتك النهاردة الأجواء أكثر من رائعة في الفندق الأقامة خاصة في وقت الصلاة ومشاركة اللاعبين كلهم الجهاز الفني يمكن نتكلم مع اللاعبين في جلسات متوالة ما بين أعضاء الجهاز الفني وبعضهم البعض وكمان ما بين اللاعبين وبعضهم البعض بيتكلموا كمان زي ما قال مستر المسيمان مبرح في المؤتمر الصحفي الخص بالمبراء وأيمن أشرف إن احنا فضلنا خطوطين إن شاء الله للوصول لدور الثمانية نعيب النادي الأهلي بقدراتهم الفنية وقدراتهم البدنية كمان بخبراتهم قدرين على الصعود وتخطي هذه المرحلة الصعبة من دور الأبطال لا يتبقى سواء إن شاء الله توفيق ربنا إن شاء الله معنا النهاردة في الملعب لأداء مباراة طليق باسم النادي الأهلي وجامهير وكمان تحقيق سلاس نقاط ونقترب خطوة إن شاء الله من الصعود كمان بنتمنى كابتن أيمان كل العوامل المحيطة بالمبراء يمكن الجو النهاردة في القاهرة أكثر من رأة إن شاء الله يكون مستمر معنا حتى كمان بدأت المباراة على السادسة مساء كمان نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم النهاردة للطاقم سنغالي بالكامل بقيادة مجيد نضاي ويعونوا الحاج مليك والمساعدة الثانية نوح بنجورة والحكم الرابع إيساسي كل التوفيق لنادي الأهلي ولعبيه وإن شاء الله يؤدي مباراة جبيلة ليه باسم نادي الأهلي وتحقيق سلاس نقاط إن شاء الله والاقتراب خطوة جبيرة جدا من دور السامانية والحفاظ على النجم الحادات عشر كلمة لي كابتن أيمان أتفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد التوفيق كابتن مهر يمكن مباراة من